مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين اليوم قبت لكم ألد وصفة وصفة الشوارمة أو صحن الشوارمة اللي مستحيل عدت بطلوا هذا الإدمان بيكون حاجة جدر لذيدة طبعاً أنا أفضل أني أعمل الشوارمة بالبيت لأن الصراحة الشوارمة تبعي مميزة طراوة ولدادة وكل شي فيه من صدر دقاقة طبعاً هنا عندي صدر دقاقة حجم كبير أن قد تكون أخذ المجمد وأبدأ أقطعه بشكل شرايح زي موضح لكم بالفيديو شوفوا أعمل شرايح لهي مرة رفيعة كتير ولهي كتير سميكة بهذا الطريقة بعدين قطعه بالحجم اللي أنتم تحبوه يعني أني خلتهم نصف الكف عرفتوا شوفي أقصمه نصين بعد كده يعني قطع شرايح بعدين من نصفين لأنه عندي فكرة أني أعمله كيف بتشوفوني نهاية الفيديو خلاص قطعته كده زي الممربعات الآن ببدأ أتبل الدقاج الدقاج أتبله بملعقتين زبادي أو لبن اللي هو الحقين وأضيف عليها بهارات عثمانية إذا متوفرة أو ببركة وأضيف قرفة مطحونة وفلفل أسواد قرفة مطحونة تقريبا نصف ملعقة وكمان زينجابيل وعندي هنا بشر بسيط من قوزة طيب شوفوا كيف عمله كمال عقايز مخبياء قوزة طيب بعلبة عشان ما ترش ريحته وبدأ أقلبه هنا قطعه بطري تحافى ولازم تدعكي تمام الدقاج هنا بضيف بس فص واحد من الثوم لا تزودوش كثير ثوم تمام خلاص بعدين أفركه تمام تمام آخر شي بضيف له يعني زيت تقريبا ربع كوب من الزيت آخر حاجة بس ما أدعكش الزيت خلاص وغلفه وحطه في التلاغة أنا حطيته يوم كامل بس أنتم أقل حاجة من ساعتين إلى أربع ساعات عشان يتتبل معكم تمام الدقاج كل ما اتتبل كل ما طلع طعمه ألد وأطرة كمان الآن بعمل صوص الثومية عندي ملعقتين كبيرة زبادي وعندي كمان من المايونيز وفص كبير من الثوم باكتب لكم كل المقادير بصندوق الوص وعندي قبنة مثلتات واحدة أو ممكن قبنة سائلة وزيت تقريبا تلتكوب باستخدمه أثناء الخلط أول بخلطه تمام بعدين بضيف الزيت كده على شكل خيط وبخلط بنغير توقف تقريبا تلتكوب قطعكم زيت استخدمت هنا بضيف رشة من الملح وأرجع كمان أخلط ممكن تضيفوا المقادير مرة واحدة بس الزيت بالتدريج خلاص اللين حصلت على هذا القوام تقريبا لما يدخل التلاجة يثقل أكتر يعني لما تطلعوا من التلاجة يبرد يكون أكتر قوام وأثقل بتشوفوا بعدين حطته في التلاجة الآن بعمل الخبز اللي بيستخدمه في الشامر ما تقدروا استخدموا أي نوع خبز طريقة الخبز موجودة على القناة وكمان بحط لكم الرابط تقدروا تدخلوا أعلى الشاشة أو أسفل الشاشة مع رش من فين بيظهر تقدروا تدخلوا على رابطة الخبز وكمان بحط لكم الرابط في صندوق الوصف ما شاء الله الخبز شوفوا ما شاء الله كيف ينتفخ هذا من ألد أنواع الخبز اللي أني أعمله تقريبا ويحبونه كتير مع الشاورمة أو مع السندة وتشات استخدموا في كتير أشياء وهذا الخبز دايما أعمله معكم في البت في التوك توك انتم هنا قلوا لي متى نعمله في البت هنا في اليوتيوب عشان تشوفوا كده بعينكم كيف نعمله أو لازم هذا الخبز من نجاحه أنه لازم يتقلب على نار وسط يعني الصاق يكون حار والنار وسط خلاص هذا عندي الخبز ما شاء الله قاهز تباع الشاورمة الآن مننتقل عشان نطبخ الشاورمة الآن بعمل الخليط اللي بدها نفيه الدقاغ وهو على الصاج وكمان الخبز عندي بسباس عدني شوية من الزيت وكمان عندي من الماء شوية وبابريكا حارة إذا تحبوا ممكن تضيفوا بابريكا إذا ما فيش بسباس عدني وزيت وماء عاجز زي ما تحبوا هنا الدقاغ أنا ما عملت لهش ملح ما ضفتش الملح أضيف الملح قبل ما أشوي يعني قدني أسخن الصاج أضيف الملح للدقاغ الآن لازم أسخن الصاج على حرارة عالية بعد من يسخن أضيف له زيت وأبدأ أمسحه تمام وأضيف الدقاغ وخلي النار وسط يعني مش وسط تكون شبه عالية لأنه إذا الدقاغ نزل ماء بيطلع معاكم ناشف لازم نصدمه ما ينزلش أي قطر سماء وكل سوا ياخد خمس دقائق ما يطولش أبدا هنا خلاص قلبت الدقاغ وأبدأ أدهنه بالخليط اللي عملناه البسباس العدني مع الماء والببركة والزيت أدهنه عشان يفضل طريق ويعطيني كمان لون يعني لون كده حلو يلمع يكون الدقاغ شوفوا أدهنه الآن بنفس هذا الخليط من القهتين بس لما يتحمر لازم يتحمر بعدا تدهنه مش من البداية يتحمر أقلبه الآن بأقلبه وكمان بدهنه بنفس الخليط وخلاص ويكون عندي مستوي شوفوا أدهنه بنفس الخليط نفس موضح لكم بالفيديو الآن نفس الخبز اللي بستخدمه كمية أنا أخد نصر كمية الخبز ودهنته من هذا الخليط اللي عملته وحطته على الدقاغ يعطي طعم رهيب تقريبا عندي يحبوه سادة ويحبوه زي كده شوفوا أضغط عليه وياخد من نكهة الدقاغ بس لازم أدهنه نفس كده والآن بقي بقصدير وبحطوه على الخبز الدقاغ بحطوه على الخبز وبغلفه بقصدير عشان مينشفش معايا يعني يفضل طري ويرتاح شوية الآن بنفس الصاج بضيف له شوية من الماء وببدأ أقيم الخبز الباقي وحطه عليه أخد النكهات اللي في الصاج اللي في الصاج هذا أخد كل النكهات أضيف ماء وأحط كمان شوفوا ما شاء الله الخبز زي كده الآن طلعت الثومية من الثلاغة شوفوا كيف قوام الثومية رهيب ما شاء الله جدا لذيذة قربوا هذه الثومية مستحيل عد تقربوا أي نوع ثومية طبعا أني بأخذ نصف كمية الثومية وبعمله فلفل حار يعني هو من عندي عملت لبس باس عدني شطة وفلفل بودر كشميري وخلطه تمام الآن تزين الصحن وهذه هنا فقرة مفضلة طبعا عندي هذه الصحون من أبو ريال أخدته وحطت عليها كتشب وشوفوا الخيار مخلل الخيار اللي عملنا شوفوا كيف إيش رهيب وفيه بو كده أرشى على قولة السوريين فيه بو كده يعني مش طري مرة لا تحسوا فيه قرشة كده وهنا الصوس اللي عملناه الحار أبارقتكم عن شطة وبسباس عدني وثوم وكمان من الفلفل الحار وهنا ثومية سادر للي يحب مش الله شوفوا كيف قوام الثومية أنا أتغزل في الأكل وهنا بطاطس كده مقلية عملت بطاطس مقلية هم يحبونها رفيعة وانتم زي ما تحبوا سميكة البطاطس رفيعة نحن نحبها زي كده والآن شوفوا كيف بعمل الشورمة هنا عندي الخبز بحطه في البورد هذا الخشبي أول حاجة وبحط عليه الشورمة وباستخدم السياق الشوي يعني إذا عندكم السياق شوي خشبي أي نوع أنا عندي هذا الشكل وحط الشورمة فوق بعض أحط الدقاج شوفوا أحطه رصاح حاول بحيث أنه يعني يكون تمام كل الأحجام زي بعض بعد كده أجيب عود الشوي وغروز الدقاج فيه أثبته تمام عشان ما يطحش عليها الدقاج وهنا أبدأ زي باللي معايا متوفر عندي شريح طماطم تحبوا تاكل الشورمة مع خس كمان مع بقدونس الخضار اللي معاكم حابين حطوها أنا كان متوفر أنا أحب فيه خس الصراحة بس ما كانش عندي حطت طماطم وحطت كمان من البطاطس كده زي البورد الصحن والله وتاكلوا أحلى بورد شورمة خمسة نقوم مطعم خمسة نقوم أنا دايما أقول لكم مطعم خمسة نقوم إن شاء الله يكون معانا مطعم خمسة نقوم وهنا شوفوا القصد مني عشان كده نقطع الشورمة كأنه سيخ شورمة وارتبت معايا عود الشوي ما شاء الله أقول لكم ألت شورمة وهنا تعالوا نعمل ساندويتش كده حلو طبعا الخبز والغلطة ما شاء الله تبارك الله انتم لو قربتوا هذا الخبز مستحيل عاد تقوبوا الخبز من برا والآن من يدهانا الخبز بصص الثومية السادة وكتروا زي ما تحبوه صص ثومية بعضهم حبوه كتير صص الثومية أنا أحبوه بسط ما أحبوش لها كتير ولا مرة يعني يكون شوية وأحط كمان من الشاورمة وكمان أحط من الطماطم شريحة طماطم ومخلل الخيار اللي عملنا كله هوم ميد الشغل كله شغل البيت حاجة جدا لديدة وهنا كمان من البطاطس وكمان حطت من الصص الثومية الحار وعليه كتشب ويا الله ساندويتش كيف لديد لازم تقربوا هنا نعمل ساندويتش تاني طبعا تقدروا تعملوا الساندويتش كمان تقدروا تلفوا بطريقة عادية وعملوا على الصاج يتحمر ويكون كده مقرمش كده الشاورمة الساندويتش هذا الشي رائع لكم زي ما تحبون نحنا نحبوه زي كده وهنا عملت كده الساندويتش عملت الصص الثومية وكمان من الدقاق الشاورمة ومخلل الخيار يا السلام كده وعليه بطاطس وكمان من الثومية الحارة وكمان إيش عملت جهودة عمل شريح من الطماطم وكان باقي والله الخس وطلع رهيب وزوته عليه كده من المخلل كمان من الدقاق ورشيت عليه من الكتشب ويا السلام سلم قدمت معي عصير الليم الحامض لأنه حلوته بالبيبسي بس نحنا مع الحار نشتع عصير الليم حاجة قدر روعة إذا عقبكم الفيديو لتنسوا الاشتراك بالقناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنس حلو منكم بالعافية لي ولكم